العربية الصينية اللي أثبتت عملياتها واعتمدياتها على مدار السنوات اللي فاتت على الأرض الواقع في السوق المصري مش كتير تيجو سري واحدة من العربيات دي والدليل على ده إن هي مازالت متوفرة على الرغم إنها تعتبر جيل قديم نسبيا مقارنة بيئ المنافسين لها في السوق فترى العربية دي مازالت تستحق الشراء؟ أنا عمر سليم ودي شيري تيجو سري 22 قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة يا ريت يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة لإن اليوتيوب بيقولي إن أكتر من 95% من المشاهدين مش مشتركين أصلا في القناة وده بصراحة رقم كبير جدا يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة شيري تيجو سري عربية SUV صغيرة الحب بتقدم بفئة واحدة فقط والفئة دي بتيجي بمطور 1600 سي سي تنفذ طبيعي بينتج 126 حصان و160 نيوتر متر عزل هنلاقي المطور ده متوصل على FTS automatic CVT الجزء الداخلي من الكبوت هنلاقي فيه عزل للصوت والحرارة ولكن للأسف الجزء السفلي من المطور مش مصافة العربية التصميم بتاعها محافظة تقليد شوية ومعروف للناس كلها ولكن في الفيستيفت الأخير تم بعض التعديلات أبرز التعديلات دي هي الشبكة الأمامية اللي بقت من البيانو بلاك ويتوسطها إلى علامة بتاعت شيري الكبيرة وعلى الجنبين من علامة شيري هنلاقي فيه حلية من النيكل كروم اللاما الفونيس بساطة العربية هنلاقيها من الداخل من البيانو بلاك ومتعامة برضو بحليات من النيكل كروم اللاما وفيها عدسة داخلية ولكن الإداءات بالكامل بتاعت الفانوس هنلاقيها من الهالوشين في الجزء السفلي من العربية هنلاقي فيه شريط LED Daylight وهنلاقي تحته فيه فانوس شبورة حواليه حلية من النيكل كروم وهنلاقي ان فانوس شبورة دي برضو الإداءة بتاعتها من الهالوشين وفي الجزء السفلي من الإكسدام هنلاقي فيه شبكة فتحتها ديئة من اللون الأسود المط ده كده كل التفاصيل اللي موجودة فيه الشكل الأمامي من العربية وزي ما احنا ملاحظين مفيش تغييرات جزرية حصلت فيه الفيستلفت ولكن بعض التحسينات فيه الشكل الخارجي ده كده كان الشكل الأمامي تعالوا مع بعض نشوف الشكل الجانبي تصميم الجانبي العربية هنلاقيه محافظ تقليدي مفهوش تفاصيل كتير فيه الأبواب الجانبية هنلاقي فيه حلية من النيكل كروم أو جرائب من النيكل كروم أما الميريات الجانبية بتاعت العربية فحجمها متوسط مش كبير ولكن كشف الجنب بصورة كويسة وهنلاقي فيها إشارات جانبية من الـ LED بالإضافة أن الميريات نفسها هتحكم فيها كهرباء ولكن مش ميريات دم الكهرباء بعد كده المقبض بتاع الباب هنلاقي إن المقبض هنا شكله شيك وفيه في النص كده حلية من النيكل كروم وطبعاً مفهوش ضرار بصمة ولكن العربية بتيجي برمود فتح وقفل وفيها سنتر لوك بعد كده عندنا الجانب بتاع العربية وجانب العربية هنا هنلاقيه شكله تقليدي شوية مش جانب رياضي قوي المقاس بتاع الجانب 17 والبروفايل بتاع الكويتش 215 على 60 وده بروفايل مناسب جداً لحجم العربية بالنسبة لخلوص الأرضي أو ارتفاع العربية عن الأرض فهنلاقيه 19 سنتي وده ارتفاع مناسب جداً لعربية SUV صغيرة الحجم في الفئة بتاع العربية دي في الجزء العلوي من العربية هنلاقي فيه روف ريك صغير من اللون الفضي المط وهنلاقيه برضو على سقف العربية فيه فتحة سقف متوسطة ده كده الشكل الجانبي للعربية تعالوا مع بعض نشوف الشكل الخلفي التصميم الخلفي للعربية أو الشكل الخلفي لها من أكتر الحاجات المميزة في التيجو سري وده بسبب الإطار الاحتياطي المتعلق على ظهر العربية وليه برضو كفر من نفس اللون العربية هنلاقي برضو إن في الفيس ليفت غيروا الفوانيس تاعة العربية بقى فيها إضاءة من LED ولكن الإشارات الجانبية وإضاءة الرجوع للخلف هنلاقيها من الهالوشيك شكل الفانوس بقى أشيك وشكله رياضي شوية وهنلاقي فيه الجزء السفلي من الاكسدام فيه فانوسين دباب باللون الأحمر مكملين الرياضية شوية لظهر العربية وفي باب الشنطة هنلاقي فيه حساسات ركن خلفية ودي بتساعد مع كاميراة الرجوع للخلف اللي هنلاقيها موجودة في أسفل باب الشنطة خالص عند تقريباً النمر بتاعة العربية ولكن الريزيليوشن بتاعها متوسط مش أحسن حاجة في الجزء العلوي من العربية هنلاقي فيه سبويلر حجمه متوسط ولكن هنلاقي فيه فانوس ستوب كبير بعرض السبويلر وهنلاقي على سقف العربية الأنتنة بتاعة الراديو طيب أنا طول الوقت لما بشوف العربية دي بيبقى عندي فضول أشوف الاسبير ده أو الغطى بتاع الاسبير ده بيتفكي ازاي ودي فرصة ان احنا نعمل كده دلوقتي هلاقي ان فيه تحت كده كليبس ممكن بتفتحه الأول وهنلاقي فيه فتحة كده ان انت تحط فيه قفل علشان محدش يقدر يفتح الاسبير أو الغطى بتاع الاسبير بدون علمك بعد ما بتفتح الغطى ده بتجيب الكفر ده وتبدأ تلفه فكده انت فتحت الغطى بتاع الاسبير تبدأ بقى تفك الصوامير بتاعة الجانت اللي استبني وتغير الفردة وترجع الكفر بنفس الطريقة طبعا دي فرصة ان احنا نشوف ان الاسبير او الجانت الاحتياطي اللي بيبقى جامعة العربية هو نفس الجانت الراكب في العربية عشان ترجع الغطى بيرجع بنفس طريقة الفك بتركبه على الاسبير وفيه بنزات كده هنا او اماكن بيخش فيها وتبدأ تلفه طريقة عكسية فيبدأ يثبت فيه المكان بتاعه هرجع الغطى ورجع لكم مرة تانية علشان تركيبه متعب شوية هنلاقي ان الزجاج الخلفي العربية والزجاج الجانبي الخلفي زجاج معتم او زجاج فاميه ولما نيجي نفتح شنطة العربية هنلاقي ان بيتم فتحها بطريقة مميزة من خلال المقبض الموجود هنا على جنب الشنطة والمقبض ده نفس المقبض بتاعة الابواب نفس الشكل بتاعها بالزبط مع الحلية من النيكل كروم ما نفتح الباب هيجي نلاقي ان الباب بيفتح بطريقة عكسية او بطريقة الجنب المساحة بتاعة الشنطة 550 لتر ودي مساحة كويسة ومساحة كبيرة جدا العربية في الفئة دي ممكن العيب بتاع فتحة الباب ده ان انت لو راكن قدام حيطة او راكن قدام عربية تانية هيبقى صعب عليك ان انت تفتح الفتحة او الباب بتاع الشنطة المساحة بتاعة الشنطة زي ما قلنا 550 لتر ودي مساحة كويسة جدا هنلاقي ان الحمولة بتاعت العربية تقدر تحمل بارتفاع العربية بالكامل وهنلاقي ان فيه هنا رف علوي للشنطة بتاعت العربية علشان تقدر تخفي الحاجات بتاعتك او الاشياء اللي انت حطتها جوه شنطة العربية الجزء السفلي من الشنطة مش هنلاقي طبعا فيه الاستبن بما ان هو متعلق على ظهر العربية هنلاقي فيه بس الكوريك والعدة الخاصة بتغيير الاطار الاحتياطي وعلى الجنبين من الشنطة هتلاقي فيه مساحات تخزين صغيرة ممكن تحط فيهم بعض الاغراض طبعا باب الشنطة من الداخل هنلاقيه من البلاستيك النشف دي كده المساحة الخلفية بتاعت الشنطة والضهر او التصميم الخلفي العربية تصميم غريب شوية مش معتعدين احنا هنشوفه في عربية كتير ولكن هي مميزة بيه تعالوا مع بقى ندخل جوه العربية ونشوف الوبشن اللي بتقدمه لنا تيجو سري النهاردة تيجو سري زي ما قولنا هي عربية سو في صغيرة الحجم ومحطوطة في فئة العربية الاتصادية فبالتالي هيبقى متوقعة جدا ان الداخلية بتاعت العربية هيبقى فيها بلاستيكات كتير وده بالفعل اللي هنلاقيه 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 ان معظم العربية من الداخل من البلاستيك النشف الجزء العلوي من التابلو ده هنلاقيه من البلاستيك النشف ولكن الماتيريا اللي بتاعته متوسطة يعني مقبولة بالنسبة للفئة السعرية والاقتصادية بتاعت العربية دي ولكن الجزء اللي في نص التابلو هنا هنلاقيه جزء صفت وغريباً هو ده فقط الجزء المعمول صفت فيه التابلو ولكن الجزء السفلي من التابلو ده بالكامل من البلاستيك الناشف بنسبة للمتيريا اللي موجودة فيه الأبواب فهتلاقي إن الباب بالكامل من البلاستيك الناشف الجزء بس المسند لإيدك هتسند عليه فيه الباب هو اللي متبطن من الجلد وفيه طبطينة كده من السفنج عشان يبقى مريح لإيدك وهتلاقي الباب نفسه فيه حلية من البيانو بلاك والمقبض بتاع الباب واخد شكل كده ألمونيا ولكن طبعاً هو معمول من البلاستيك بالنسبة لعجلة القيادة بتاعت العربية فهنلاقيها متبطنة من الجلد وفيه خياطة كده باللون الرصاصي الغامع الماتيريال بتاعتها مقبولة وكويسة بالنسبة للفئة السعرية بتاعت العربية ونلاقي إن عجلة القيادة نفسها الأساس بتاعتها مريح فيها جزء كده من النكل كروم المطفي كحلية أو ديكور على إيدك الشمال هتلاقي فيه التحكمات بتاعت الميديا أما على إيدك اليمين فهتلاقي التحكم فيه التليفون لو أنت موصل تليفونك عن طريق البلوتوث وهتلاقي التحكمات بتاعت الكروس كنترول أو مسبط السرعة وعجلة القيادة متغيرة الارتفاع تقدر تعدل وضعية الديركسيون لفوق أو لتحت على حسب الوضعية الأنسب ليك بنسبة لعدادات العربية فهي عدادات أنالوج عادية هتلاقي على إيدك الشمال لعدادات بتاعت الـ RBM وعلى إيدك اليمين لعدادات بتاعت السرعة العدادات تواخدها شكل 3D شوية وهتلاقي الإضاءة تاعتها من اللون الأبيض واللون الأزرق الفاتحة وهتلاقي بينهم فيه شاشة مقاسها 3.5 بوصة شاشة أبيض وإسود بتاديك بعض المعلومات الأساسية زي كمبيوتر رحلات ورنج البنزين في العربية بالإضافة إن برضو فيها عداد للحرارة ودي ميزة كويسة إن معظم العربيات دلوقتي بقت الحرارة عبارة عن لمبة مش عدادة في نص التابلو هتلاقي فيه فتحات التكييف اللي بتبقى موجودة في النص هتلاقيها محطوطة في الجزء العلوي من التابلو وهنلاقي حواليها إطار من البيانو بلاك كديركور والمكان بتاعها هنا مميز على عيشان التبريد أو توزيع التبريد على الركاب هيبقى هنا أفضل فيه الجزء العلوي فتحات التكييف اللي موجودة على الجنبين التابلو هنلاقيها واخدها شكل طولي كده شويّة وفيها إطار من البيانو بلاك تحت فتحات التكييف هنلاقي الشاشة بتاعت الإنف وتيتمنت والشاشة هنا مقاسها 8 بوصة هنلاقي تحكمات بتاعت الشاشة من الجنبين عبارة عن تحكمات من التوتش والريزيوشن بتاع الشاشة كويس مقبول متوسط والشاشة دي هنلاقيها متوصلة على نظام صوتي مكون من 4 سماعات وهنلاقي فيها موبايل ميرورينج للقابل والاندرويد بالاضافة ان انت ممكن تعرض عليها فيديوهات وصور وطبعا الشاشة هتعرض لك الكاميرا الخلفية ولكن للأسف ريزيوشن بتاع الكاميرا الخلفية هنلاقيه متواضع شوية او مش احسن حاجة ولكن كاوبشن كويس ان العربية بقى فيها الكاميرا عشان تقدر تشوف اي حاجة وراء العربية تحت الشاشة هتلاقي فيه الكنترول بتاع التكييف الكنترول بتاع التكييف هنا شكله بسيط وسيمبل وفي نفس الوقت شكله شيك هتلاقيه معمول من البيانو بلاك وعليه اطار من النيكل كروم المط في البقرة اللي تحكم فيه درجة الحرارة وبقرة اللي تحكم فيه المروحة وهتلاقي لما بتشغل التكييف بيبدأ يعرض لك على شاشة العربية درجة الحرارة ودرجة المروحة والأوضاع بتاعت التكييف ودي إضافة برضو كويسة في الكنترول بتاعت التكييف في النص هتلاقي فيه زرار مكتوب عليه فول وده الخاص بيت حاكم فيه الصوت بتاع الشاشة تحت الكنترول بتاعت التكييف هتلاقي فيه بعض الزرار بتاعت الـ Option اللي مش موجودة في العربية وهتلاقي فيه زرار التحذير الرباية وزرار بتاع إزالة الضباب من على الزجاج الخلفي تحتهم هنلاقي فيه فتحة ولاعة وفيه فتحة USB علشان تقدر توصل موبايلك بالشحن أو توصله بالشاشة وهنلاقي فيه فتحة ولاعة تانية وفتحة 121 وط تحت فتحات الشحن دي هتلاقي فيه مساحة تخزين متوسطة عشان تقدر تحط فيها موبايلك بالطول بعد كده المساحة بتاعت الفتيس والفتيس هنا هنلاقي فيه عليه إطار من البيانو بلاك وعليه كده حالية من النيكل كروم اللامع المقبض بتاع الفتيس هنلاقيه متبطن كده بجزء من الجلد وعليه حلية من نيكل كروم اللامع والبيانو بلاك والرقبة بتاعت الفتيس من الجلد مع خياطة باللون الاسود والخامة بتاعت الجزء اللي في النص هنا فيه الكونسول الوسطي هنلاقيها مختلفة شوية عن اللي في باقي التابلو بتاع العربية خامة من البلاستيك الممسوح والبلاستيك بتاعها متواضع مش احسن كواليتي تحت مساحة الفتيس هنلاقي فيه اتنين كاب هولدر مسحتهم متوسطة وهنلاقي الهند بريك العادي وهنلاقي في النص هنا فيه مخدع وسطي ولكن مسحته متوسطة مش كبيرة يعني متى يالي مش هينفع اتنين يسندوا عليه بطريقة مريحة وهنلاقي جواه فيه مساحة تخزين ومساحة تخزين عميقة لتحت ولكن مش كبيرة قوي اما مساحات التخزين التانية اللي موجودة فيه العربية فالمساحة التخزين اللي موجودة في التابلو هنا هنلاقيها مناسبة وكويسة ممكن تحط فيها اضراض كتير اما مساحات تخزين اللي موجودة فيه الابواب الجانبية فهنلاقي فيه مساحة تحط فيها ازازة مية متوسطة وجنبها في مساحة طولية تقدر تحط فيها محفظة أو حاجة في سمك محفظة تحت رجبة السائق برضو هتلاقي هنا في مساحة تخزين كده ممكن تحط فيها المحفظة بتاعتك على ايدك الشمال هتلاقي هنا زرار بتاع التحكم في المريات الجانبية وزرار بتاع التحكم في ارتفاع أو انخفاض الأدواء الأمامية أما على ايدك اليمين فهتلاقي هنا المكان بتاع دخول المفتاح والعربية طبعا بتشتغل بمفتاح عادي مش ببصمة بالنسبة للتحكمات اللي موجودة بباب السائق فهتلاقي فيه تحكم فيه الأربع زغاب بتوع العربية وهنلاقي فيه زرار بتاع التحكم فيه فتح أو غلق السنترلوك في الجزء العلوي هتلاقي فيه مراية وسطية حجمها متوسط ولكن للأسف المراية دي مش تعتين مراية عادية في الجزء العلوي خالص هتلاقي فيه جريب نضارة حجمه صغير نسبيا ولكن تقدر تحط فيه نضارة بتاعتك وتقمت بطة من جوة بالقطيفة وهتلاقي الزرارة بتاع التحكم فيه أضواء الكراءة الموجودة في الجزء العلوي الإضاءة بتاعتها من الهالوجين بالإضافة إلى زرارة تحكم فيه فتحة السقف والعربية فيها فتحة سقف عادية مش بانوراما ومساحة فتحة السقف هنلاقيها متوسطة ومناسبة للعربية بالنسبة ليه الكراسي بتاعت العربية فالماتيريا بتاعتها ميكس ما بين الجلد والأماش على الجنبين من الكرسي هنلاقي فيه تطعيمات من الجلد وفيها خياطة باللون الأحمر في نص الكرسي هنلاقي الخيمة من القماش شكل الكرسي كويس ومرضي والخيمة بتاعت الكرسي نفسها مريحة وهنلاقي طبعا ان التحكمات في الكراسي مانوال مش كهرباء ده كده كل المواصفات والاوشن الموجودة في الجزء الامامي تعالوا مع بعض نجرب الكنابة الخلفية بالنسبة لمساحة ركوب في الكنابة الخلفية فانا دلوقتي راكب ورا كرسي الساقق ومزبط كرسي الساقق على وضعية الكيادة بتاعتي وانا دايما برجع الكرسي الورى وبرجع كمان الظهر الورى زي ما انتو شايفين هتلاقي ان الكرسي مستوى خلف الايم الوسطي من العربية فدي وضعية الكيادة مريحة للساقق انا قاعد دلوقتي حاسة ان انا قاعد مرتاح ولكن ركبتي لزق في الكرسي يعني مسافة يعتبر على الاد بالزبط وتحت هنلاقي فيه مسافة كويسة اقدر حط فيها رجلي ولكن المساحة هنا هنلاقيها متوسطة مش كبيرة ومش احسن حاجة من وجهة نظري ان الكرسي بتاعتي العربية تبتسع الاثنين يكونوا بلغين او لتلاتة يكون حجمهم متوسط او صغير خصوصا ان في نفق فتيس هنا في النص مساحته متوسطة فالراكب في النص ممكن نفق الفتيس ده يباقي هنلاقي في النص فيه هنا مخدع وسطي والمخدع هنا مساحته كويسة ممكن الاثنين الركاب في الجزء الخلفي يسندوا عليه وهنلاقي جواق اتنين كاب هولدر بنسبة لمساحات التخزين الموجودة في الجزء الخلفي فهنلاقي فيه الجيوب اللي بتبقى موجودة فيه دهر كرسي السائق وكرسي المرافق للسائق مساحتهم هنا متوسطة وهنلاقي فيه مساحت تخزين موجودة هنا في النص بما ان ما فيش فتحات تكييف هنا للأسف هنلاقي فيه مساحت تخزين ولكن شايف ملهاش داعي بالنسبة لأبواب هنلاقي فيه مساحت تخزين تاخد ازاست مية متوسطة او صغيرة وجنبها فيه مساحت تخزين صغيرة جدا فهنلاقي ان مساحت تخزين في الجزء الخلفي مش كتير او مش كبير بالنسبة للخامة بتاعة الكنابة الخلفية هنلاقيها مريحة ونفس الكواليتي بتاعة الكراسي الأمامية هنلاقيها برضو نفس التبطينة ونفس التأسيمة بتاعة الكراسي وهنلاقي القعدة بتاعتها مريحة ومحتوية الراكب بصورة كويسة شيري تيجو سري فيها وسائل أمان عبارة عن اتنين إرباج وإي بي اس وإي بي دي ومبولازر للمطور فقط لغير دي تعتبر وسائل أمان بيزيك أو أساسية شوية خصوصاً نحن ندخلين على 2022 العربيات حالياً دلوقتي بتهتم بعوامل السلامة ويبقى فيها أوبشن سلامة أكتر من كده بكتير ولكن العربية دي زي ما قلنا هي عربية سيو في صغارة الحم في الفئة الاقتصادية بالتالي متوقع الاقتصادية في عوامل السلامة وفي أخامات الداخلية العربية تيجو سري بتتقدم بفئة واحدة والفئة دي سعرها الرسمي تقريباً متين اتنين وخمسين ألف جنيه بتاريخ تصوير الفيديو رأيي الشخصي إن العربية بالسعر ده أو في الفئة السعرية اللي محطوط فيها العربية دي المنافسين لها بيقدموا أوبشن أفضل من كده وعوامل سلامة أكتر من كده ولكن زي ما قلنا دي عربية سيو في صغيرة الحجم وإيه العربات السيو في اللي بالسعر ده قليلة شوية بالإضافة إن العربية دي أثبتت عمرياتها واعتمدياتها على مدار السنين اللي فاتت وأثبتت كمان اقتصاديتها في قطع الغيار وفي مصاريف تشغيلها وده اللي نخليها متوفرة لغاية دلوقت الفيديو ده برعاية جويش موتورز وجويش موتورز من الأماكن اللي عندهم تنوع كبير فيه فئات وماركات العربيات هسيب في ديسكريبشن وسائل التواصل مع فريق المبيعات وهم هيردوا على أي استفسارات خاصة بأسعار العربات أو أنظمة التأسيط المختلفة شكرا جدا لك إن انت شفت الفيديو لغاية دلوقتي ولو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب وما تنساش الاشتراك في القناة علشان أقدر أوصل فيديو الأكبر عدد ممكن من المشاهدين المهتمين بالنوعية دي من الفيديوهات واكتب لي في الكومنتات إيه العربية اللي انت عايز تشوف لها مراجعة تفصيلية فنقدر نوفرها في الحلقات اللي جاية زي ما وفرنا التيجو سري النهاردة اطلبت مني في أكتر من كومنت وعلى هذا الأساس عملنا لها مراجعة تفصيلية شكرا جدا لك وما تنساش الاشتراك في القناة واشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية السلام عليكم